بسم الله. النهار ده هنكمل مبعد ان نتعرف على برنامج بسكريس شو هو اللغة برمجة مرئية. لمجرد ان الواحد يفهم فكرة البرمجة ما غير ما يوعد يحفظ اكواد وشفرات وسيمي كولان واكواس وهنا في حرفنا متحرق في الاول لازم يجب تالبو سمول. فلأ انت بتتلخص المبعد اولا بتركز على المفهوم بتاع البرمجة. وده كواس جدا للاطفال او لواحد لسه جديد في البرمجة او اي حد عايز يعمل الالعاب وبالشغلته الاسية. تمام? فممكن مثلا واحد يكون مسلا مدرس كيميا فعايز يوضح شوات حاجات للطلبة. فيلاقي في البرنامج ده الامكانات اللي هو عايزه. تمام? فبتلاقي هنا مسلا فايل نيو لو انا عايز ابدأ ملف جديد. اوبن. سيف سيف از امبورت بروجيكت. سيف هتصايف المشروع هتعمل نسخة الانية منه. هتفتح تعمل امبورت اي مشروع عندك. اكسو بورت. امبورجكت نوت. اللي دي الحاجة اللي هي معروفة. اه لو انت عايز تعمل امبورت اي مشروع عندك. اكسو بورت. امبورج إنها الحاجة من قانت دليل تتترجع على اخر حاجة عن انت عملتها شير لو انت عايز تشير المشروع دوت على النت. امبورس ليم. امبورس ليم. وما هكذا تكتب بورت. امبورجكت عايز سميه ايه. اي ممالحوظات عايز تكتبها. التاج بتاعه هل هو جيم هل هوанняموزيك. ويصدره اوكيف يبدأ يحمل المشروع. مثل هنا لسكريبتس بتبدأ تشوف ايش عباطن اند عايز تحطها. كاستم بتبدأ تخصص الاشكال اللي عندك. ممكن تعمل شكل جديد. ترسم تعمل امبورت ليه تجيب شكل بالكاميرا تحط الأصوات اللي انت عايزها تعمل امبورت موشن بلاي الحاجات اللي هي خاصة بالتحريك تمام يعني ايه الأوامر اللي احنا ماخدناش هبل كده بأظن جوتو اكس واي دي احنا ماخدناش هبل كده ايه الفكرة من دوت انا عايز اخلي الشكل ده يجي يبقى هنا تمام كده بالنسبة لي ده الاكس وده الواي او سين وصوت انا فاكر مرة واحدة عبقاري قالك ان الحل لنظام التعليم ان بدلا ما احنا مش هلسين وصوت نخلقها اكس واي ساعت احنا هنبقى زي امريكا واوروبا بالضبط فانا كان اقتراح جميل يعني تمام فانا هنا لما بتحرك الناحية دي يبقى كده الاكس بتاعي بيبقى في الموجب والواي سابتة لانا لما طلعت شو لا نزلت لما بارجع كده الورا بيبقى كده ايه في الاكس سالب بس الواي سابتة حلنا صلعت وانزلت الواي هو المؤشر الدلي فوق اللي هي الاشكال البنية فانا انا ووقف هنا لما انا كده في الاكس بتاعها بسفر والواي هو اللي بالموجب هنا الواي بيسالب هنا اللي انا كده تحركت في الاكس بالموجب والواي بالموجب بيبقى اكس موجب وسالب والواي هي اكباره موجب تمام؟ فانا لو دوست كده ها قالتها الاكس طيب لو خليتها مثلا 150 خلية حركة ناحية والواي 150 طيب لو خلت دي بالسالب اللي يحصل حاولت ادخال كده انا كده هارجع هنا للإكس بالسالب ويطلع في الواي هنا تمام؟ هتقل شكل ده طيب لو نخطي شكل ده كده قولت له انا عايز ابدأ ارسم طبعا لو ارسم ما اقول له دين البن اقول له البن داوين البن داوين يبقى انا بحط الألم على القرصة بتاحت وابدأ ارسم بين يبقى خلاص كده نخلص الاسم كلير هيمسح كل اللي انا عملته تمام؟ طيب اقول له انا عايز اعمل ايه عايز اتحرك مثلا عشر خطوات بعد ما اتدوس بين داوين تحرك لي 150 خطوة تمام؟ بالشكل ده اه ممكن اقول له لو انا عايز اتحرك النقطة في انتجاه اللي انا عايزه تمام؟ طيب احنا خدنا الموشن وخدنا يعني نظرات سريعة طول ما احنا شغالين نبدأ نشوف اوامر جديدة اني حاول نطبع حق جديدة يعني لو انت عملت كل اوامر اللي انا دي سائلت كبير انتك مجبتش حق جديدة يعني مثلا ممكن تقول ايه طب انا عايز ارسم شكل سوداسي عايز ارسم اه نصف دايرة باش دايرة كاملة طب تتعمل ازاي تبدأ تفكر وتبدأ تبدع وتبدأ شوف ايه انت عايز تعمله وتبدأ تحققه اه لوكس هنا احنا خدنا بعض الاوامر بشكلها برضو هنبدأ شوف ايه الحيات اللي احنا خدناش تمام؟ هنا اقول خلي القطة تقول ايه? يعني خلي القطة مسلا تقول هل هو? تمام? طيب. آآ السلام عليكم. انا عايز تشوفه بيتكلم عارب او لا. تمام اهو. على فكرة في الظهر منه اللي انه فسهل نستعربه فهتلاقي فيه كلمة فايل تبقى ملف جديد. اتلاقي البرمج كلها بالعربي. انا صراحة بفضل ان الواحد تعلم باللغة العربية. على اساس تستوعب المادة جدا. وبنفس الوقت يتكن الانجليزي عشان يفهم الحاجات التانية. يعني كل واحد فينا يحاول يستوعب اكبر قدر من الحاجات الكتب الانجليزية ويحاول يترجمها او يدبلجها او يسهلها بالعربي للناس اللي محتاجينها. تمام? فانا نبتلو كده يكتب لي كلمة هلوه. تمام اهو. كده كتب لي السلام عليك. تمام? طيب لو انا عايزه ما يظهرش الوت دوت هقوله هايد. حيث ان انا عايز الشغل من جيره. بعد كده اقوله شوه لو انا عايز اقصيره. طيب ايس سوين ده شفنا ان احنا ممكن ندخل اي صوت. ويبدأ هو يتحرك البن. القلم وتبدأ تقدر تحكم في اللون بتاعه. تمام? طيب لو لسه ما تغيرش لانا حاطت اللون تحت. تمام? هتلاقي اللون التغير معك. الصيز بتاع الالم بتاعك عايزه يبقى ايه? او دلوقات واحد. خليه مثلا خمسة عشر. متعال هنا. اتلاقي وااو. تمام? فدي بعض الميكانيات. الكنترول. هل انت عايز تعمل اه الحدث ده يحصل امتى? لما تدوس مسلا مصدرة لما تعمل ريبيرت. اهم حاجة طبعا هنا بنشوفها في الدروس اللي جاية. قعد اف. دي اللي بتميز البرمجة ان انا اقوله. لو حصل كزا تعمل كزا. لو حصل كزا تعمل كزا. ده اللي يبدأ يخلي الاحداث تبتتحرك معك. هنا اظن حماردناش من القائمة ديه هنحاول ناخدها برضو في الدروس اللي جاية. تمام? الوبريشن ده هنبدأ نحاول ناخدها معنا مع الفاريابل. احكيت بقى الفاريابل ديت. المتغيرات. دي حاجة برضو كويسة جدا في البرمجة. هنحاول يعني لما نفهمها هنبدأ نطبع عليها في الدروس اللي قادة اف وفي الوبريشن حقا دي. هقوله اعمل المتغير هنسميه مثلا. اه ام او. تمام? مسلا ام او. طيب. ده كده المتغير باسمه ام او. تمام? وحطي لي ام او بزيرو. لسا انت مددتوش ايك ما خالص. هقوله خليه الام او ديت. ده اي متغير? وليكن مسلا ممكن تسميه مثلا مصاريف البيت. او المصروف اللي باقي بالدهولي. كزا وابدأ احسب هيتبقى لي كان في اخر اليوم. تمام? فاقوله مسلا خلي الام او ديت مسلا بمية. يبقى انا اول ما دوسه على الشكل دوت بيت بمية. تمام? ايه زارت معي هي. تمام? ممكن اقوله خليها لي كزا. اقوله مسلا بدا المهمية هقوله اخدت الحجم الابوريشن ليه قد جمع واقتر حاجات ديت. ابدأ نزل قيمة كده. فبقوله خلي الام او بالساوي زا اكده. طيب لو احنا. سوريك. لو احنا خلينا القيمة دي مثلا بخمسين. عايزة حقود احط الامو هنا. بمعنى ايه؟ ان انا ايه لو الامو بمية خليها بمية خمسين. يعني لو انت معاك مية جنيه انا هتدي خمسين جنيه كمان. تمام? طيب هبدأ اسحب الامو من هنا وحطها في الدورية دي. يبا كده يحصل ايه؟ اول ما دوس هنا هيشوف الام او بكام ويزود على خمسين اهو بقت مية وخمسين دس تاني بياخد كمية وخمسين وحطه على خمسين تمام ازاي مسلا ايه اه ممكن ندرب مسلا بسيط المدرس اقالك الدرس بمية جنيه فانت روحت اقال لابوك الدرس بمية وعشين تمام فانت تلقائي حطيت عشرين جنيه اه غلاسة او بتاع زي كده انا عرف واحد عمل مدرس دوت بس كان جريء اول درجة نوجه بالمدرس يدرس عندهم في البيت فاتقفش يعني فانتخلي بنا في المواضع دي تمام دي بعض الحاجات المتغيرات دي هتفتناك كتير جدا ان انا ممكن اهوت قيمة معينة وقول له ابدأ زود عليها واطرح معيها واواوا الحاجات دي يعني مثلا هنعمل لعبة فضاء واقول له مثلا الحاجات دي بتنزل لو خبطت في القطة يبقى كده ماتت تبدأ تقلل الدرجات لو ما خبطتش ونزلت لحد تحت تبدأ تزود في الدرجات زي ما هنبقى نشوف ان شاء الله في الدروس ولو تقدر تطبق يعني لو حول كده طب تجي ازاي بحس ان انت تشغل دماغ غيرك وتبدأ تعمل حاجات مولهاش في الكلاص اخوك وامورث